الوفد بيضم حوالي وطبعا زي مننا محمد ثابت طبعا أحد المسؤولين الإعلاميين اللي كان بيعمل لفترات طويلة في الاتحاد الافريقي في الفترة السابقة يبقى ليه دور إعلامي بالتأكيد في السوبر ليج فالوفد اللي موجود النهاردة انتو بتتكلفوا في حوالي 11 جنسية من جميع أنحاء العالم ما بين برازيلي وأمريكي وفرنسي ويوناني وإيطالي وإيطالي يعني أكتر من جنسية ليهم دور كبير جدا في مسألة الأمور التنظمية الخاصة بالسوبر ليج أو المسمى الجديد طبعا لما ذكروا باترس موتسيبي في الكونجرس الأخير في الاتحاد الافريقي يعني اسمها الدوري الأفريقي الممتاز مش عايزين يقرروا اسم السوبر ليج عشان صمعت الاسم هذه البطولة في القرى الأوروبية يمكن عمل صدى سلبي كبير جدا فمش عايزين يقرروا نفس الاسم في القرى الافريقية عشان يقدروا يتعقدوا مع عدد كبير جدا من الرعاة في الفترة اللي جاية طبعا خالد نصار مدير إدارة المسابقات في اللالكاف مع المهندسة حنان الزيني مع الأستاذ وليد عبدالوهاب بيشرحوا وبيتكلموا على جهزية استاد القاهرة استاد القاهرة على فكرة كان فيه زيارة مسبقة قبل كده من كذا شهر وطلبت بعض الأمور الخاصة بيه يعني ده جهيز الاستاذ للصدافة البطولة لأن الاستاذ مطلوب فيه إجراء تلات تعديلات زي ما نشايفين دي المأسورة الفي في آي بي مطلوب فيها بعض التعديلات المأسورة الأمامية اللي قدام اللي هي المأسورة الفي آي بي أيضا مطلوب فيها بعض التعديلات ومأسورة الإعلام كمان مطلوب فيها بعض التعديلات من قدامنا كده من اللقطات اللي احنا شايفينها المقصورة الاعلام هي اكتر مكان نقدر نقول ابتدى في الشغل يعني المقصورة بالكامل تم تغيير كل المقاعد اللي فيها عشان يتم تحديث مقاعد جديدة يتم تركيب ادوات جديدة المقصورة الاعلام مطلوب فيها متطلبات كتيرة جدا تواكب الاحداث الاخيرة اللي نظمت فيه كأس العالم في الدوحة في قطر فبالتالي الكاتوجري او المتطلبات اللي كانت مطلوبة في تنظيم البطولات في كأس الام 2019 كلام ده كان من اربع سنين فدلوقتي المتطلبات زادت فمقصورة الاعلام هتواكب التطورات اللي موجودة حاليا في استضافة اكبر الملاعب للاحداث الدولية فمقصورة الاعلام هيتم العمل عليها بمتطلبات الفيفا في عشرين تلاتة وعشرين طبعا هما بيتفقدوا بيشوفوا مقصورة الفي آي بي طبعا مكان مهم جدا ده مدخل كبار الزوار فمدخل كبار الزوار مع مدخل الفي آي بي المداخل هتبقى ازاي التواجد لكبار المسؤولين هيكونوا فين طبعا شفنا كمال لقطات من ارضية الملعب يمكن ارضية الملعب احنا عارفين ان الفترة الاخيرة كان استضافة مباريات كتيرة قوي واستاذ القاهرة تحمل استضافة مباريات كتيرة في الفترة الاخيرة عشان انجاز عدد من المباريات في نهاية الموسم فكان مطلوب ان الاستاذ يستقبل مطشط كتير ولكن خلاص الاستاذ حاليا اصبح مغلق للصيانة فالبزرة الصيفية الفترة اللي جاية البزرة الشتوية كل التفاصيلات اكيد ادارة الاستاذ هتشتغل عليها عشان يكون الاستاذ جاهز لاستقبال مباريات السوبر ليج في الفترة اللي جاية واسناء اقامة هذه المباريات لن تقام اي مباريات محلية على استاذ القاهرة لغاية لما الاهل يخلص المشوار المحلي او المشوار الافريقي في هذه البطولة لان الاستاذ هيكون فيه بعض الامور الخاصة بالدعاية والاعلان والامور الخاصة بالدور الافريقي فبالتالي مش هينفع تقام مباريات اخرى اثناء استضافة الاهل لهذه المباريات كمان بيشوف الباركينج العربيات مكان الانتظار بيبقى فين طبعا مهم جدا كمان ان مسؤول الاتحاد الافريقي يمكن انا شايف في الصورة الاستاذ خالد نصار مدير ادارة المسابقات يعني وفد مهم جدا كمان من الكعف بيتابع مع الشركة الايطالية لان انت بتتكلم على اكتر من جهة منظمة دي الماسورة الامامية الفي اي بي تتكلم على الشركة الايطالية دي شركة تم اسناد ليها تنظيم البطولة وهتتعاون مع الاتحاد الافريقي كجهة منظمة للبطولة والاندية اللي هتشارك في البطولة هي اندية هتشارك في التنظيم وليها جزء كبير جدا من العمليات التنظيمية وعشان كده النهاردة في اجتماع مهم في هذه اللحظات أنا أتكلم معكم الاجتماع ده حالياً موجود في مقر النادي الآلي بالجزيرة بدأ حوالي الساعة أربعة العصر وحالياً الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الآلي في استقبال هذا الوفد للحديث على بعض التفاصيل المتعلقة بتنظيم البطولة خلال الفترة اللي جاية هذا الوفد كان موجود في الأربعة أيام الماضية في تونس وفي المغرب التقى بالمسؤولين في نادي الوداد التقى بالمسؤولين في الجامعة المغربية ثم التقى أيضاً بمسؤولي نادي الترجي ومسؤولي الاتحاد التونسي الجامعة التونسية طبعاً جولة تفقدية في كل مداخل مسؤولة الفي آي بي والفي في آي بي لأن دول أكتر مكانين مطلوب إجراء عدد من التعاديلات عليهم في الفترة اللي جاية بدأ الشغل؟ آه بدأ الشغل شايفين يمكن ده الجزء الجانبي المتعلق به للدرجة الأولى المواجه للدرجة الثانية طبعاً أرضية الملعب أكيد هيبقى فيها شغل كتير أول فترة اللي جاية مسؤولي الشركة الإيطالية هينزله أكيد لأرضية الملعب يبصوا على النجيلة يبصوا على الأرضية جزء اللي قدامنا هناك ده ده المأسورة الأمامية من جزء المتعلق بتفقد المأسورة الأمامية ولا لأ نزلوا أرضية الملعب هيبصوا على التراك هيبصوا على النجيلة